هناك تحركات غير مسبوقة لقوات التجري إلى الجنوب حيث أمهارة اشتباكات هزائم متتلال الأمهارة من قوات التجري ثم الجديد خلال جاست العيد أن قوات التجري انطلقت إلى منطقة عفر أو عفار وقامت أيضا بالاشتباك مع القوات الفيدرالية والقوات المتعالفة معها من مليشات الأمهارة وامطروهم بوابل من الرصاص وقاموا بقتل كما قيل 1200 جندي وضابط من القوات الفيدرالية الاتيوبية في منطقة عفار قدام حضراتكم الجيش الاتيوبي بيتعرض لضربات متتلية من إقليم التجري أو من القوات الخاصة بالتجري اللي هو الجمهة الشعبية لتحرير التجري أيضا خلال هذه الفترة وجدنا أنه التجري بدأ يخطط ويخرج من الإقليم بتاعه خارج الإقليم في لفارة الأورومو إلى عفار وبدأ يعود مرة أخرى أو تعود مرة أخرى القوات الموجودة القوات التجري إلى ما كانت عليه قبل شهر نوفمبر من العام الماضي النهاردة الجنرال قائد الحرب قائد الجيش قائد تجري بيقول لم يعد أمامنا إلا 500 كيلو للوصول إلى أديسة بابا الطريق مفتوح أمامنا للوصول إلى أديسة بابا بأقل تكلفة ممكنة بيقول لم يعد أمامنا ما يعقنا على الوصول إلى معقل الحكومة الفيدرالية وأبي أحمد في أديسة بابا بيقول كمان إنه استطعنا تدمير فرق كاملة من الجيش الفيدرالي الإتيوبي فرق كاملة قدام حضراتكم الأقليم والخريطة التاريخية اللي أنا بشتغل عليها ياريت جدوا إبراهيم لأن الوضع بقى أخطر من كده بكتير ده التجري يتحرك في الجنوب سيقولت لكم على أمهرة ويبينتقم للأمهرة دخل دلوقتي على عفر قديم العفر اللي هو بالاخضر دي المسافة الحدودية بين التجري وبين عفر انطلقت قوات التجري هنا إلى الشرق كان انطلقت إلى الجنوب خد بالك إنه عفر أهميته إيه؟ ليه راح هو كده هو المفروض قديسة بابا هو هو المفروض ينزل لو عايز يحتل قديسة بابا ينزل كده هو دخل على الشرق ليه دخل على الشرق؟ لأنه في خط سكة حديد دي جيبوتي إهو هنا في ميناء في جيبوتي بيطلع منه خط سكة حديد بيمر بأرضع عفر بيوصل لقديسة بابا يبقى في خط سكة حديد من قديسة بابا بيمر بإقليم عفر إهو إلى جيبوتي عشان الميناء ليه؟ لأن إثيوبيا كلها ما فيهاش مواني فالميناء الوحيدة اللي بتصدر منها البضايع بتصدره عن طريق جيبوتي مناء جيبوتي مناء جيبوتي ماشي بخط سكة الحديد أهو بيمر بإقليم عفر بإقليم إثيوبي وبقى مهار إثيوبي وأديسة بابا الجماعة بتوعي تجريه قالك إيه لا أنا هاخنق أبي أحمد وأخنق قوات أديسة بابا إزاي عام؟ رح جاي يطالع بالجيش بتاعه هنا عشان يقضع خط السكة الحديد اللي جاي من جيبوتي على أديسة بابا لو قطع خط السكة الحديد في هذه المنطقة يبقى قطع الإمداد والتموين والوردات والصدرات من أثيوبيا إلى العالم ومن العالم لأثيوبيا وعطل الموضوع طبعا الجيش الجيبوتي وقوات في جيبوتي قفلت الحدود لأنه خايفين من أن قوات التجريه تتحرك من عفر إلى جيبوتي لأنه قوات التجريه تاريخيا يا جماعة قوية جدا حاكمت أثيوبيا 30 سنة وعندهم خبرة وعندهم تدريبه إلى آخره وأيضا بيتحركوا هنا لمحاولة الانتقام من القوات الإيرترية فالشاهد مما أقول أنه مشكلة التجريه اللي خلمنا عليها من شهر 11 إلى الآن وقابي أحمد خرج وقال أن احنا انتصرنا وعبرنا وحطمنا كل صعب وخلصنا الموضوع دلوقتي طلعت قوات التجريه داخلت على أمهارة خلصوا عليهم تحركوا على قديسة بابا الرجل اللي الوقت بتكلم قائد الجيش التجريه بيقول أنه قديسة بابا قدامنا خلاص دخلين عليها 500 كيلو الجيش التجريه تحرك على عفار بيقطع خط سكر الحديد التحركات بتدل على أنه فيه تخطيط عسكري وخبرة عسكرية وفيه إدارة وهنا فيه عملية خوف لأنه لما يجي إبراهيم فيه فيديو عندك لأحد القادة الاثيوبيين في الأسر هو بتكلم بيعملوا معاه حوار موجود عندك بقيته لك مبارح القائد العسكري في المنطقة الشرقية تم اعتقاله قائد الجيش الاثيوبي في المنطقة الشرقية تم اعتقاله وفرقة كاملة تم تدمرها 1221 قتلوا فيه هذه المواجهات اللي تمت ما بين التجريه وما بين عفار بالمناسبة أهل عفار انضموا للتجريه وعملوا احتفالات لما جات دخلت قوات التجريه وقالوا ان احنا واحد وانه القبائل اتفقوا مع بعض وعدم المواجهات بين القبائل بعضها وبعض لكن القوات الفيدرالية تحركت عشان تحمل سكر الحديد والقوات الجيبوتية بتدفع عن حلوب بتاعتها ايضا ده بد ان ننتبه الى انه مشكلة داخلية نتيجة سوق الادارة نتيجة سوق الحكم في قديسة بابا نتيجة الغرور بتاع بي احمد يحمل جائزة نوبيل السلام جعلت المشكلة تنتد اقليميا داخلت على الخط اريتريا بتدعم ايدي سوابة وداخلت على الخط جيبوتي وداخلت على الخط السودان لانه هذه المنطقة الحدودية بين تجريه وبين السودان في النزوح هنا كان بيتحرك في هذه المنطقة برجوه وتاني دلوقتي فالسودان دخلت في الموضوع طرف دلوقتي في خلافات جمدة جدا بين في المنطقة الحدودية دي الميليشيات الاثيوبية الامهارية الموجودة هنا خطفت طائد منطقة الغدارف القدارف السودانية او الامس اختطف ضابط سوداني كبير في منطقة القدارف هنا على ايد ميليشيات من قوات الامهارة مما دفع القوات السودانية الى اغلاق الحدود واغلاق معبر القلبات السوداني في هذه المنطقة يبقى عندك الاطراف الدولية الاقليمية في المنطقة السودان داخلت على الخط افر الحدود لانه في ميليشيات خطفوا طالد اطفال بالمناسبة امبارح القوات الاثيوبية او الامبارح اعتقد قاموا بخطف سلاسة اطفال سودانيين من هذه المنطقة الحدودية ودخلوهم الى الحدود الاثيوبية وبدأ تواصلوا مع زويهم عايزين تعويض او عايزين بيسموها ايه يعني عايزين فلوس منهم فدية لاطلاق صراح الاطفال مع القائد السوداني الكبير اللي هو قائد منطقة القلبات تم اختطافه من قبل ميليشيات امهارية اذا في عملية شغل عصابات ما بين اقليم الامهارة اهم الاقليم الاثيوبية عسكرية والسوداني يبقى دخلنا السودان اداء اوحل عامل تاني دولة هي اريتريا والصراع اريتريا السياسي افورقي ولع الدنيا هنا الراجل عنده مهارة في الفتن عظيمة جدا دخل على التجري مع الامهارة خلصوا عليهم لكن التجري لا تموت التجري لا تموت التجري جيش لا يموت يمرض لكنه لا يموت جيش تاريخي فالتجري بدأوا دلوقتي ينتقموا من اريتريا فدخل التجريا على الخط ودخلوا عفر عشان درسك حديد دخل الجيبوت على الخط يبقى عندك كم دولة في الاخليم عندي السودان وعندي اريتريا وعندي جيبوتي وعندي اثيوبيا اللي بقى اربع دول دخلت على الخط الصومال لان الصومال في عندنا الصومال الاثيوبي وعندي مشكلة كبيرة جدا انه في قوات من الصومال دخلت على الصومال الاثيوبي ودخلوا مع القوات الفيدرالية هنا بيحربوا هنا فالجماعة التجري فيه اغتار بينهم وبين الصومال يبقى منطقة القرن الافريقي برمتها فيها مشكلة ما كنا ندعو اليه انه عايزين حكمة وعايزين عقل وتعقل وابي احمد اصبح مصاب بعملية جنون في السلطة دلوقتي القوات التجروية والامهرية والقروم اللي بينهم ابي احمد والعفر والصومال الجيبوتي والصومال الاسيوبي ده كله غير هذه المنطقة اللي فيها مشكلة دلوقتي ابراهيم اللي هي غنبيلة دي طلعوا طلعوا بيان انه قالوا احنا عندنا فرصة كانت موجودة وضعت ايه الفرصة اللي عندكم الانتخابات الاثيوبية قالوا الانتخابات الاثيوبية لم تسفر عن حقيقة الوضع في الاقليم ده اقليم اهو اسمه اقليم غنبيلة ده جديد اول مرة حتى نقول هذه الكلمة قدام حضراتكم طلعوا بيان وقالوا لم يعد امامنا الا الكفاح المسلح ضد مين يا عم؟ قالك ضد جيش ابي احمد والحكومة الفيدرالية واحنا الانتخابات كانت فرصته الاخيرة لكنه فقدها لم يعد امامنا الا الكفاح المسلح واحنا عايزين الهدف الاساسي العادو الاساسي لنا هو حزب الازدهار والازدهاريين اللي هو حزب ابي احمد يبقى هنا تم اعلان الكفاح المسلح والتمرد على الحكومة المركزية من اقليم ده اقليم مستقل اسمه اقليم غنبيلة اهو او بيقولوا عليه جنبيلة هذا الاقليم انا اول مرة اقول لي اسم قدام حضراتكم كان بنتكلم قبل كده على الامهرة بنتكلم على بني شنقول فوق منه بنتكلم على القروميا بنتكلم على عفر كل دي بنتكلم عليه كتير والتجريه طبعا لكن اقليم غنبيلة اللي هو ده اتجريه في اقصى شمال شرق اثيوبيا ادي شرق اثيوبيا هو الشمال دي في اقصى جنوب شرق اثيوبيا اللي هي في الحدود المتخمة مع جنوب السودان يبقى دي ادي اقليم تاني بيهدد بالانفصال وطبعا التجريه وانا قلت هذا الكلام من شهور لا يمكن ان يتخيل اشد المتفائلين انه يمكن ان هو يستمر في الوقام مع الحكومة الفيدرالية والنظام الفيدرالية هيستقل لا يستقل